الحضور الكريم لقد سجل التاريخ العسكري بحروف من نور عظمة انتصار اكتوبر إلا أنني أودع التركيز اليوم على دور الشعب المصري بأكمله في تحقيق هذا الانتصار حيث قدم بجميع فئاته مثالا يحتزى به في مساندة جيشه ماديا ومعنويا واثبت أن النصر لا يتحقق فقط على جبهات القتال ونما يتحقق أولا بوحدة الشعب وصموده ووعيه وإيمانه وإرادته في التحدي ونصر فقد كان نصر اكتوبر حقا حكاية شعب حكاية أباء وأمهات قدموا أبناءهم فداء لهذا الوطن حكاية زوجات وأبناء وبنات عانوا مرارة الفراق حكاية كل مواطن من شمال مصر لجنوبها ومن شرقها لغربها تحمل وصبر من أجل بلده حكاية تجلت فيها الشخصية المصرية بكل عبقريتها فصنعت ما كان يعتقده البعض أنه مستحيل لتؤكد أن هذا الشعب يبزل الغالي والنفيس لإحماية أمنه وسلامة أرضه ضد أي تهديد أو اعتداء وأن القوات المسلحة هي الدرع الحصين الذي يحمي مقدرات هذا الوطن مدعومة بوحدة شعبها وصلابته وإرادته ترجمة نانسي قنقر